جوزي جميز كمان عمل جلسة مع عمر جابر بعد مباراة أبو سليم أشاد جدا بمستوى الفني لكن المفاجأة إنه جميز قاله أنت هتثبت معايا كظاهير أيصر حتى بعد عودة فتوح ركز معايا قاله إيه؟ قاله أنا مقتنع بيك جدا كظاهير أيصر فأنت هتبقى خيار أول بالنسبالي إلا بقى لو تلاجع في مستوى قبل فتوح كمان جميز شايف أنه أكتر مركز مناسب لعمر جابر هو الظاهير الأيصر مش خط الوسط أو حتى الظاهير الأيمن وشايف أنه بيقدي الدور ده تفعيا وهجميا بشكل ممتاز جدا وبالمناسبة عمر جابر في رأي كان أفضل لعبي الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي الماضي عمل مستوى رائع جدا طبعا الزمالك تشغال على فكرة أنه يتدور على لعب زهير أيصر يتعقد معاه بعد نهاية الموسم طبعا عشان الموسم يعني هيستنى الزمالك مضطر يتستنى الزمالك لنهاية الموسم عشان يتعقد معه زهير أيصر كتير جدا كان معتمد شوية على فكرة وجود محمد عبدالشافي ولكن إصابة محمد عبدالشافي ربنا إيش فيه؟ خلت فيه أزمة في الناحية الشمال دي عشان كده عمر جابر تواجد وأجاد جدا في مباراة أبو سليم طيب موسيقى